بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء إيرلندا الحرب في غزة وذكر البيت الأبيض في بيان أن الزعيمان أكد في تصالل انتزامهما بحل الدولتين والحاجة الملحة لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة وقال هارس أنه ناقش مع الرئيس الأمريكي الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة إضافة إلى الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون من جانبه صلط بايدن الضوء على التعاون المستمر مع الحكومة الأيرلندية بشأن الأولويات المشتركة لسيما تعميق العلاقات بين شعبي واقتصادي الولايات المتحدة وأيرلندا